بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشتركين ومشاهدين تحيي طيب بعد أخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال طبعا هذا نظام التشغيل المعتمد في الشركات الكبيرة صراحة وأيضا يعتمدون في الوحدات فوق تقريبا واحد ونصطا يعني ممكن واحد طن ما تحصل هذا النظام موجود لكن واحد ونص ثنين ونص ثلاثة وانت راح راح تحصل هذا النظام هذا النظام أفضل صراحة النظام التشغيل من الوحدة الخارجية هذا نظام التشغيل من الوحدة الخارجية طبعا أنا يارس تتكلم عن جهاز ميديا وأيضا راح تحصله في المستبيشي والجنرال هذا النظام يعتمد على التغذية من مفتاح خارجي أو من مغذي خارجي مباشرة للوحدة الداخلية هذا النظام طبعا يعتمد على مغذي للكهرباء من الخارج ويدخل للوحدة الخارجية من زين من الوحدة الخارجية راح يرجع زين للوحدة الداخلية عن طريق مثلا لايف ون ونوترال تو من زين يعني لايف ون هذا راح يكون حار حار وبارد ورح تدخل الكهرباء من زين ما راح تشتغل الوحدة الخارجية لغاية ما توصل أو يوصل إعاز التشغيل عن طريق هذا السبلاي طبعا هذي الاثنين يروحون للوحدة الداخلية لايف ون لايف تو راح يرجع للوحدة الداخلية ويضا هذا السلك راح يروح للوحدة الداخلية من زين وهذا الارث أو الارضي الارضي هني سوري هذا الارضي من زين تحتاج إلى أربع سلاك من زين أربع سلاك راجعة أو طالعة من الوحدة الداخلية والأسلكين جايين من المقذي أوكي مخطط التوصيل راح تحصل على القطع من زين على القطع للوحدة الخارجية أوكي تشاهدون باور سبلاي يعني مقذي اندور يونت يعني الوحدة الداخلية من زين لايف ونوترل أوكي هذا المخطط وحيانا ممكن المخطط راح تحصل ملصق هنا أوكي أو ملصق في الداخل للتشغيل طبعا الأسلاك اللي راح تكون جاية من الباور سبلاي أو المقذي راح تكون أسلاك ما بين ثنين ونص ميلي إلى ستة ميلي يعتمد على حجم الوحدة إذا كانت عندك مثلا الوحدة طن ونص ممكن تركب لها أو طن أو طن ونص ممكن تحط لها أسلاك مفردة نفس هذه هذه تسمى سلاك مفردة ممكن تحط لها أسلاك مفردة من زين ثنين ونص أو أربعة ميلي أو حتى ستة ميلي طبعا الأرقام راح تحصل لها موجودة في هذه دقيقة خليه فقط توضح من زين الصورة نحاول نقرب شوي شوي هذا مكتوب أربعة اس كيو أربعة ميلي أمم هذا طبعا حجم السلك أيضا بالأسود راح تحصلونه موجود والأرضي راح يكون من زين ثنين ونص أو واحد ونص يفضل أن يكون ثنين ونص وأيضا راح تحصلونه مكتوب من زين هني ثنين ونص هذا واحد فيه ثنين ونص هذا طبعا سنقل أو فردي أسلاك فردية من زين الأسود دايما راح يكون راجع أوكي أو البارد والأصفر أحمر أزرق راح يكون حار راح يركبني والأرضي طبعا راح تشبكه الأرضي يكون مخطط طبعا أصفر مع أخضر راح تشبكه في هذا المكان من زين بهذا الشكل هذا طبعا راح يسمح لك بتوصيل الكهرباء للوحدة الخارجية وأيضا قطع الكهرباء من الوحدة الخارجية وبالتالي راح تمكن من الصيانة يعني طبعا إذا كان عندك مفتاح كهرباء تشغيل راح تجي الأسلاك من هنا تركب أوكي وبعدين تقدر تشغل أو تطفي من المفتاح الفرعلي نزيل أسلاك التغذية هذه أسلاك التغذية يسمونها الأربعة هذه يكون عندك مثلا السبلاي المغذية هذا اللموب المغذية هذا السبلاي يعني التشغيل نزيل والأن تو اللي هو البارد الثنين واللايف تو بارد واحد حار واحد عفون نزيل سوري راح يكون حار واحد وبارد الثنين هذولا طبعا الاس والأن والأل راح يروحوا للوحدة الداخلية نزيل وتأخذ لها أربعة سلاك لأنه يكون معاها أرضي نزيل طبعا اختيارك للأسلاك هذه راح يكون بناء على مثلا مواصفات هيئة الكهرباء إذا أنت راح تسلم بلدية أو تسلم كهرباء رسمي راح يكون هذه الأسلاك تقريبا ثنين ونص ملي وأيضا هذه الأسلاك التشغيل راح يعتمد على المخطط اللي راح يوصلك من شركة الكهرباء أو استشاري الكهرباء نزيل يعتمد من أربعة ملي لكن إذا أنت مثلا راح توصل من عندك للواحد ونص للواحد واحد ونص أثنين طن ممكن تأخذ لها ثنين ونص أو ممكن تأخذ لها أربعة الأفضل يكون أربعة ملي فوق الثنين ونص فوق الاثنين ممكن تأخذ لها ستة ملي أسلاك نزيل نفس هذه للوحدات هذه اللي يكون فيها مثلا التغذية من الوحدة الخارجية ممكن تستخدم لها واحد ونص ملي هذه واحد ونص ملي شو يسمونها هذه فوركور اللي هي مجموعة زين واحد ونص ملي ممكن تستخدم لها واحد ونص ملي لأنه ما تحتاج كهرباء راح تحصلون أيضا الأرقام أو رغم السلك والأسلاك هني راح تحصلونه مكتوب هذا فور جي ون بوينت فايف أمم زين أربعة أوكي أربعة أسلاك واحد ونص ملي هذه راح تكون أربعة أسلاك واحد ونص ممكن تستخدمها لأنه فقط راح تحتاج لتشغيل الوحدة الداخلية وأيضا سبلاي أو توصيل الوحدة الخارجية فقط لتشغيل الضاقط زين وأيضا ممكن تأخذ لها ثنين ونص ملي مكتوب هني أربعة في ثنين ونص زين هذه طبعا أربعة في ثنين ونص هذه ثنين ونص أكبر حجما زين لأسلاك هذه أكبر حجما من الواحد ونص أما أنا التالي يعني ما تحتاج صراحة ثنين ونص لأن كل اللي راح يشتغل معاك في هذا النظام راح تشتغل فقط الوحدة الداخلية والمروحة المروحة طبعا ما راح تستهلك تهرباء ممكن أقل من واحد أمبير زين إذا كان عندك هذا النظام ممكن راح تأخذ أقل من واحد أمبير مص أمبير بالتالي فقط تحتاج إلى واحد ونص عوضا عن أثنين ونص لأن أثنين ونص راح يكون شوي ثمانة أغلى لكن إذا أنت تبغي الضمان ومثلا إذا تبغي راح تسلم بلدية وكهرباء رسمي راح يطلبون منك أثنين ونص ملي زين نظام التشغيل هذا صراحة أفضل من الأنظمة العادية لأن الضاقط راح يأخذ الكهرباء مالا مباشرة من الحار دون الرجوع للوحدة الداخلية وأيضا إذا كانت عندك إذا صارت عندك مشكلة في الوحدة الخارجية في الضاقط في الوحدة الخارجية ما راح يأثر على الوحدة الداخلية من ناحية الكهرباء أو ارتفاع الأمبير لأنه راح يكون مباشرة موصل عن هذا الطريق طبعا تشوفون هنا هذا أنا ما عرف ليش حطينا ما يقيس ولا شي زين راح تدخل الكهرباء من هنا وترجع أوكي وأيضا الضاقط راح تروح لكهرباء مباشرة من زين هذا نظام التشغيل من الوحدة الخارجية من زين تشوفون هذا السلك البني راح يروح للضاقط هذا السلك البني راح يروح للضاقط وأيضا هذا راح يروح للضاقط من زين هذه الأثنين راح يروحون للضاقط وأيضا الكهرباء راح ترجع من هنا للوحدة الداخلية ولكن ما راح تأثر على الوحدة الداخلية لأن الوحدة الداخلية ما تحتاج كهرباء زيادة هذا نظام التشغيل جيد صراحة أفضل آمن يسمح لك كشخص مثلا فني بالتحكم من تشغيل الوحدة كامل الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية عن طريق مفتاح خارجي وليس عن طريق الوحدة الداخلية أحيانا ممكن تكون عندك تمديدات واصلة وحيانا ممكن تحتاج إلى أن تعمل هذه التمديدات بشكل يعني إذا ما كانت متوفرة عندك لازم أن تعملها صراحة لأن هذا التوصيل أفضل وأأمن لك كشخص ولفني بعض الفنيين الله يديهم يعني يطوفون هذا التمديد صراحة يعني يلقون هذول الأثنين ويبدأ يشتغلك على هذه هذا غلط طالما أنه عندك أنت هذا النظام يجب عليك أن تعتمده صراحة يجب عليك أن تعمل أو تمدد لأسلاك خاصة لاستخدامك لهذه النظام نزين هذا اللي أحبي أتكلم عليه طريقة التوصيل هذه شوي تحتاج تمديدات من البداية مثل ما قلت نزين يجب الانتباه لهذا النوع عيد وكر بعض الكهربائيين بعض الفنيين يهملون هذا التمديد هذا شيء غلط إذا حملته يكون غلط عندك يكون عندك مشكلة في المستقبل في حالة صيانة في حالة مثلا ممكن أيضا الوحدة الداخلية رح تأثر رح توصلها كهرباء نزين أرجو من الله العليل العظيم أن أكون وغدو فوق تفصال هذه المعلومة ونلتغي إن شاء الله معكم في مقاطعة أخرى من تعلم مع الجمال فقط للتنبيه أن هذا النظام الضغط ما رح يعمل لغاية ما يتم أو يسلم الإشارة عن طريق الاس نزين حتى لو فيه كهرباء هني نزين حتى لو فيه كهرباء هني نزين الضغط ما رح يشتغل لغاية ما يكون عندك هني حرف الاس هذا فيه كهرباء لذلك إذا كنت مثلا أنت جاي تفحص افحص اللايف والاس يجب أن يكون فيهم كهرباء اللايف هذا لازم أن يكون حار وهذا لازم أن يكون حار نزين وأيضا هذا لازم أن يكون حار ثلاثة هذولة تكون فيهم كهرباء حارة نزين أنا نشوفكم على خير إن شاء الله أيضا في المقطع قادم ونفصل هذا الوحدة للميديا انفرتر ونشوف كيف وضعها هل هي جيدة أو لا صلى الله عليه وسلم نزل لا شكرا